قصة الفصول الأربعة في فصل الربيع يجلس الحرف ليستمتع برائحة الزهور وفوقه الشمس تمثل حركة السكون ويدندن بصوته مجردا أر أر في فصل الصيف يذهب الحرف إلى الشاطئ وعلى رأسه قبع تمثل حركة الفتح ويغني بصوت عال فاتحا فمه راء راء في فصل الخريف تهب الرياح فيلعب الحرف بطائرته الورقية التي تدور ممثلة حركة الضم ويقلد صفير الرياح فيضم شفتيه رو رو في فصل الشتاء يركب الحرف زلاجته وينطلق متزلجا إلى أسفل صائحا بصوت الكسري ري ري روح روح